موسيقى أيها العزاء طابت أوقاتكم حلقة جديدة من برنامجكم من تراث الريف والبادية نقضيها بصحبتكم هذا الأسبوع في مضارب عشائر الغياث في منطقة الرويشد وما حولها وقتا طيبا أتمنىه لكم موسيقى 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 حلفت لا ما قولها لك ونا حي إلا إذا قلت موسيقى 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 ومنطقة الوضع موسيقى 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 مزيج حروف ودموع واهات فيني تلاشت سيتي واحسناتي جيتك مزيج حروف ودموع واهات فيني تلاشت سيتي واحسناتي جيتك لو انت سابع المستحيلات اللي يحبك يصنع المعجزات جيتك لو انت سابع المستحيلات اللي يحبك يصنع المعجزات جيت استجيرك من شموس المتاهات عية تظللني تحتها عباتي ودي تريح عقب طول المعانات على رصيف شواقك الرافياتي ودي تريح عقب طول المعانات على رصيف شواقك الرافياتي تلقفيني من يدين التشتات صيري بحالات الروح قارب نجاتي صيري غلاء يمحي كدر كل ما فات يا غيمة فراحي ومنبع حناتي تلقفيني من يدين التشتات صيري بحالات الروح قارب نجاتي صيري غلاء يمحي كدر كل ما فات يا غيمة فراحي ومنبع حناتي معي فرحي وارضي عيون حزينات وحي زغاري دالفرح في شفاتي معي فرحي وارضي عيون الحزينات وحي زغاري دالفرح في شفاتي معي فرحي وارضي عيون الحزينات وحي زغاري دالفرح في شفاتي غزي بيارق عيدنا والمسرات غزي بيارق عيدنا والمسرات شوف اللي أسوي وسوي سواتي غزي بيارق عيدنا والمسرات شوفي اللي أسوي وسوي سواتي يا مبعدة رغم اختصار المسافات يا خالدة في زاوية ذكرياتي يا مبعدة رغم اختصار المسافات يا خالدة في زاوية ذكرياتي جيتك وحالي ما يبا لهم راوات جيتك وحالي ما يبا لهم راوات صبر القضاء لو الصبر من صفاتي إما دموعي بدليها ابتسامات إما دموعي بدليها ابتسامات واللعز في لحن العزا في مماتي عزائي المشاهدين أسعد الله وسائكم بكل خير ونستضيف باسمكم جميعا هذا المساء الشاعر محمد علي عذيمان أهلا وسهلا يا أبو جاسم أكلمها له أبو جاسم نعرف أنه أنت شاعر شعبي جيد تعزف الربابة بشكل جيد ومتميز أيضا نعم وراحين إن شاء الله الليلة نستعرض مجموعة من قصائدك ونلقي عليها الضوء ونشوف آخر نتاجك الشعري لكن بداية الحقيقة في موضوع ودي أستشف رأيك فيه وأعرف يعني مدى صحة من خطأ شائعة معينة حول قصيدة معينة كثيرا ما تتردد في البادية العردنية القصيدة أكيد تكون مرت عليك اللي مطلح يقول اللي يطروشي اللي ناحرين المراجيب تريضولي وقصروا من خطاكم خذوا كلام فريج ما به تشاذيب يموافجين الخير حنا وياكم نعم القصيدة هذه أبو جاسم قريتها في أكثر من مرجع أدبي شعبي يهتم بالتراث الشعبي بعض المراجع الأدبية الشعبية على قلتها لكن قريت بأكثر من مرجع أنها تنسب لأكثر من شاعر ويعني ما استقر رأي المؤلفين في أي من هذه المراجع على شاعر واحد على سبيل المثال نسبت للشاعر سويدان الحلام من العمور ونسبت في مرجع آخر للشاعر فريج العنزي ما أدري مدى صحة هذه المعلومة وأنا سمعت عندكم هنا أو حتى قبل الحقيقة ما أجي لمنطقة الغياث كنت أسمع أنه الشاعر القصيدة هذه هو من الغياث وأنه هناك عشيرة من الغياث يقال لهم الفريج ما زالوا موجودين وعيشون بين الغياث نعم موجودين حسا يعني ودي أعرف مدى معلوماتك الدقيقة حول هذه القصيدة نقدر ننسبها لهذا الشخص ويعني ندعم رأينا هذا بشواهد معينات تدعم كلامنا نعم يا أخ سامي تفضل حسب معلوماتي اللي وردت من جيل الجيل والتناقل هالإلسن حسب معلوماتي اللي أنا رويته نعم من الختيارية ومن الناس اللي هم كل عشائر الغياث أي واحد تسأل ومن عشيرة الغياث يعزلك هذه القصيدة يقول لك هذه الفريج الفريج قال لي ولدي هذه القصيدة الفريج الفريج من عشيرة الغياث يقصد ما بعرف شو اللي يجوز أنه يوم طعن بس إنه تشبر نعم يجوز مثل ما تقول عياله ما عن طوح حقه كامل نعم أو قصروا حقه تغاضوا عنه شوية نعم باستثناء واحد منهم اللي هو علي نعم حسب ما أن القصيدة تبين عن نفسه لأنه ما يقول يا غير يا علي أكيد أنه علي كان يفوط فيها علي هو أشوى ما يكون بالولاد يعني نعم أيوة حسب ما سمعت ورويت من الكلام ومن الختيارية ومن اللي التناقلها للسل من جيل للجيل أن الفريج الفريج من حشيرة الغياث جميل أنت كم عمرك يا أبو جاسم أنا عمري ستين سنة ثلاث وستين سنة ويعني من ست من نقدر نقول من خمسين سنة من وعيت كنت تسمع من وعيت من وعيت من وعيت وعرفت القصيد وهلي قبلي كلهم حسب أنه يمكن حتى من المجموعة في ناس اللي خبرين أنه كلهم يلعبون على الرباب وكلهم شعار من قبل وما تناقل أول ألسن أنه هاي القصيدة الفريج الفريج من عشيرة الغياث ما فيها كل شبهة ولا واحد يقدر ولا واحد يقدر يقول هذه لي زين أبو جاسم خلينا نسمع القصيدة نفسها قصيدة الفريج اللي صارت عليها الخلافي من قائل هذه القصيدة يريت نسمعها بداية على طول يقول يطروش يلي ناحرين المراجيب وتريضوا لي وقسروا من أخطاكم واخذوا كلام الصج ما به تشاذيب ويموافجين الخير حنا وياكم اخذوا كلام الصج ما به تشاذيب ويموافجين الخير حنا وياكم اخذوا شلام الصج ما بتتشاذيبوا يا موافجين الخير حنا وياكم وثمان سنين ارطت بالقلب ترطيب والتاسعة وانا ترجح اداكم وهديت بكم راجل وودي سلاحيب ولقيت بص بخام دافيج واكم هديت بكم راجل وودي سلاحيب ولقيت بص بخام دافيج ماكم ويا علي ما سرحتكم على المعازيب ولا على الصقعة كليت وغداكم ويا علي ما ضربتكم بالمصاليب ولا سمعت الجيران لجت بشاكم يا علي ما سرحتكم على المعازيب ولا على الصقعة كليت وغداكم ويا علي ما ضربتكم بالمصاليب ولا سمعت الجيران لجت بشاكم وأحفيت رجلي بيسموما اللواهيب وخليت لحم الريم يخالط عشاكم وقمت أتعكز فوق عوج المذاريب وقسرة اخطاياه يوم طالت اخطاكم أحفيت رجلي بيسموما اللواهيب وخليت لحم الريم يخالط عشاكم وقمت أتعكز فوق عوج المذاريب وقسرة اخطاياه يوم طالت اخطاكم وعدن خوالكم مروين المغالب وما تعلموني أهرد منين جاكم وعسى العذارة لا تحبلوا ولا تجيب وتقعد بطالة سالشات بلاكم وعسى قمركم لا يطلعوا ليغيبوا الشمس مطمية ويحتم سماكم وسلامتكم هذا اللي عرفوا من قصيدة فريج وقاللي حفظته من قبل ومن أبويه ومن الختيارية الأولين زينب وجاسم علي هذا ولد فريج ولد الشاعر مازال حي؟ لا فيه لو عيال لو لو عيال خلف ولد علي نعم خلف ولد علي ولد فريج مازال عايش؟ لا خلف توفي قبل يمكن سنة أو سنتين يا سلام قبل سنتين كان ولد علي موجود أما ولاد خلف موجودين موجودين وحتوا واحد اسمه علي سمى على اسم علي جدو نعم موجود هالساعي زينب وجاسم بالنسبة لي الشاعر فريج الغياث إذن فريج الغياث أيوة تعرف له قصاية ثانية غير القصيدة هذه المشهورة يعيال أو يطروش اللي نحرين المراجيب لأنه يا أخ هذه من بعد الأيام وإحنا موعينا هذه الأيام يعني نقضبه من القصيدة جوز أربع بيات ثلاث بيات بيتين جوز نعم واللي أعرف إلو مبادئ قصيد نعم أما كامل لا يا سيدي هو طالما أنه قبل أربع أجيال تقريبا طبيعي وما كان فيه يعني مجال لتوفيق القصيد وحفظها كانت يعني تحفظ من خلال الرواة والتوارد نعم نحفظ من شاعر إلى آخر أو من راوي إلى آخر مو غريب أن تكون ضاع قصيدة كبير من القصيدة حتى هذه أكيد ما وصلتنا كاملة لا هاي مش كاملة اتحفظ له قصيد ثانية غيرها أقصد اه حفظ له قصيدة نعم أو قصيدتين يرى تسمعنا شيء منهم ما الذي تحفظ بس مبادئ يعني مبادئ القصيدة ما لش نسمع ما لش نسمع خمس بيات ست بيات أربع بيات يعني من الشيء هذا ماشي ما الذي تساعدك في الذاكرة تفضل نسمع قصيدة من عرض قصيدة نعم قبل يقولون حسب ما وردة عندنا بس وليف والختيارية يقولون هو صياد غزلان اللي هو فريج اه اللي هو فريج نعم كانت متقى حصوته بالأرض نعم بعدين يوم منه تبر صار يخطي يوم شح شوفه صار يخطي يقولون أنه حسب ما سمعت من قصيدة فريج يقول خصيت بعيني وانت حشوف عني وأول تعاثير على العين عسره نعم خصيت بعيني وانت حشوف عني وأول تعاثير على العين عسره وأول طروش الشيبية لفني ودليله نروح مجدي مطاياه ومدري جزيت البيض ولا جزني وقال أنت ريح عند روب انت عيبة ما بعرف يعني البيض هن البناه أو يعني عن الغزلان يقول ما دري جزيت البيض ولا جزني وقال أنت ريح عند روب انت عيبة وهرشن على دار الوحيدة يحني ويوم يترزم يوحشل شبد بعواه والموت مع أنه رواحا كحني ويلحق طيورا شغر على الجناحة وقصر علي الشوف الموت مع أنه رواحا كحني ويلحق طيورا شغر على الجناحة وقصر علي الشوف من كبر سني وكل من الله يعينها على بلواه هذه من قصيدة فريج اللي حفظتين في قصيدة ثانية أيوة في قصيدة يقول في قصيدة له يقول طلعت للمرقاب براسه تعليت ويا مشرفة من جملتها الغانميني وعساك يا المرسال عني تونيت وأنك خليت العلم بينك وبيني أنا ومرسال القرادة تلافيت تلافيت ومن حدرا يريت حظه يفيني ما أدري أنا بول العمر واللي تناهيت وسودا ليالي نوخا بهجيني ولفزت بول العمر يوم فزيت وودع عجاج القاع مثل الطحيني وبوجوه زينات المدالع تلطيت وشوف ما علي جدفك في يميني ومن عقب ما كنت زينتها للبيت والليوم شايف ما بهم اللي شتهيني من عرض قصيدة فريج هذا اللي نحافظه يعني لأنه بعيدة المجال وتناقلته والإلسن وضاع منه جدير هي ربما برضو حتى البيت الأخير ومن عقب ما كنت زينتها البيت والليوم شايف ما بهم اللي شتهيني ربما يعني متوافقا بالمعنى مع فكرة القصيدة الأولى اللي كان يشكي فيها ومن عقب يا علي ما كانت أصفى من الزيت وتعكرت يا بوج صارت عطيني ومن المنوالها يعني له قصاية شثيرة فريج تحاول تستفكر شيء من القصيدة هذه لأنه فيها برضو يخاطب فيها علي أشوف أنه نفس ولده هذا آه ودائما يخاطب علي لأنه يمكن أنه هو اللي معتني به علي يعني نعم هو اللي معتني بمهمته علي في لها بقية القصيدة هذه اللي هذا اللي عارفه أكثر من هيج ما عارف هي برضو يعني أحس أنه فيه بيت من القصيدة أيوة يعني يعزز رأينا أنه هي القصيدة فعلا كما اتضح الآن هي فعلا الفريج للفريج الغياث ما فيها مشا فيه بيت من ضمنها اللي يقول كالتاة بكم راجل ووادي سلحيب ووادي سلحيب ولقيت بس صبخة مده في جماك وراجل ووادي سلحيب والصبخة هي مواقع معروفة للجميع موجودة في البادية الأردنية نعم موجودة وبالتالي يعني من المؤكد أنه شاعر هذه القصيدة هو من أبناء هذه البادية هو فريج الفريج من عشيرة الغياث نعم لا يمكن أنه يغيره الزمان إلا عاد الناس صارت يعني تجي ما يعرفون اللي ما يعرف لمن حقيقة القصيدة يقول لي أبو جاسم المناطق هذه اللي ذكرها من خلال القصيدة يقول كالتاة ناراجل ووادي سلحيب ولقيت بالصبخة مده في جماكم هذه المناطق أعرف أنها بالبادية الأردنية نعم لكن ودي تحديدا تحديدا وين تقع كل من هذه المناطق الراجل أول فروعه بجبل العرب بسورية وادي طبعا وادي راجل وقدت على الشبايته نعم من الشبايته يجي من شرجة الصفاوي نعم يكتب الصبخة تبع الأزرق نعم وسلحيب هاي هن من قرأ الحرة من الأشقف ودوائر الأشقف وكله تقلب على الراجل نعم وكله هنكتن بالأزرق وكذلك الصبخة هي صبخة الصبخة مبينة مفهومة صبخة الأزرق صبخة الملح ملح ما يطلع بشي يعني جميل تحفظ شيء من القصيد الفريج غير القصيدتين اللي عديتهم اليوم أحفظ كلمتين ما لهم ثالثة نعم يقول أنه يقول الشوف قرب نعم واركب يوج عني ولي حروا هني داخلا بالثمانين نعم الشوف قرب واركب يوج عني ولي حروا هني داخلا بالثمانين وأذن يا الثنتين ما يسمعني وبيني وبين الزول مثل الدخخين مثل الدخخين بعرف مبدق الصيدة نعم وآخرة أي واحد تسأل ويقولك ما عرف غير هالبيتين نعم هذا اللي فستفدناه يعني إذن القصيدة ما هي لا لسويدان الحلام ولا لفرج لا عي الله ما يشاع وأصبح يعني موثق لدينا أن القصيدة واضحة وبشكل لا يحتمل الشك هنلا نعم كيف الحال؟ الحمد لله بوجودك بخير الله يسلمك ووجود الله سبحانه وتعالى كيف نهمه إن شاء الله تمام؟ الحمد لله لا زينة إن شاء الله الحمد لله أريد أن أسألك عن القصيدة يقول يطروش يلي ناحرين المراجيب تريضوني وقصروا من خطاكم خذوا كلام فريج ما به تشاذيب يا موافجين الخير حنا وياكم القصيدة من هيلو هذه؟ هذه ليه فريج منها هو فريج؟ فريج من الغيات من الغيات؟ من الغيات؟ من الغيات زين يا أب صبيح كم عمرك أنت؟ والله عمر الشبير يعني؟ تقريبا؟ يومني يومني قولت رأى القولة كله أعرف الرجال وفلال 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 عرفت نعم قاعد تريب إياه أنت لحجت فريج؟ باطل عيباً عشت وتعرفه شخصياً وجلست كيام ورأى قليتني ويوم خبز كم عمرك إيامها؟ ورأى جابة حولها كلهم حولها عشر سنين من هنا وتحت نعم والآن كم عمرك أنت؟ هذا الساعي ها حروس المية مية 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 وعشرين مية وثلاثين مية وعشرين مية وثلاثين مية وعشرين كله العرب عمد حول مية وثلاثين يا اسم المية مية العابر أنت لزيج المية شME لم تج salary الشيء سأتنم ثلاثين لا تقذب القصيدة لا تقذبها حبل القصيدة عدي قصير نعم حبل القصيدة لا شك لكن انت تقذب القصيدة هذه تحفظ منها شيء القصيدة ايضا 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 شيك جاي ايضا 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 ماذا لهم يا علي من أين جاكم؟ من أين جاكم؟ أي بالله علي أولده ها؟ أيه هو طياب هم هم سبعة نعم هو السابع الزائر اللي هو علي؟ أي نعم يا علي ما زرتك بك من برمصاليب ولا صنع مالجيران لديت بكاكم ويا علي ما سرحتكم على المعازيب ولا كنتم على صقع غداكم نعم يا علي هدئت بكم راجل أوادي سلاحيب لقيت بصبخة مده في جباكم نعم أي أسأل عذره ما في حبل ولا يجيب يقعدين بصالة ساشة بلاكم ولا هذي ترتك باعر باعر فالجولة حصل على هلو بعد مقابلة الحاج درزي الشلال وبعد ما سمعنا منه ما عاد في شك أبدا في أن القصيدة هي الفريج الفريج الغياف هذه القصيدة للشاعر عبدالله عبار العنيزي يناجي فيها أحد الطيور يقول البارح سهران من زود الأحزان أجاذ بالونات محذن درابي يجرح قلبي كل ما قلت برياني يبين به من كل جانب صوابي ما شاقني سمع الأغاني ولا الحان ولا همت مع سهرات عبدالوهابي ولا شاق ضميري بطرب كل فنان لكن شفاة القلب غاية امراد شفاة بالي بين ربعي والعيان مشي مع الأقراب عقب الغيابي شفاة بالي بين ربعي والعيان مشي مع الأقراب عقب الغيابي عسد يارا ما بها الرمز خلان تصبح دام جيع لها للخرابي القلب من وجده على الربع عمسان القلب من وجده على الربع ذابي القلب من وجده على الربع عمسان القلب من وجده على الربع ذابي شاهدت فراس النبى الطير شيهان حر المقرح عاليات الرواب وبدأت سائل الطير لو ما الهلسان ولحد خبر مثلي المثلة هنابي يا طير يا مومو يبريشي نجي نحان أبنشدك يا طير عطن الجوابي أبنشدك سانك الفيثم للوطان هي محلة يا طير ولا خصابي ما تبدلن يا طير وصير إنسان عطني جنحينك ودونك ثيابي دونك لباسي والحفيظة ولمان وقضب معاشي كامل وانت دابي قصدي أسافر يم حي وحيان أخوض مجات الشمال بعبابي قل أصبر وخلك من نهات يا فلان وحش جنابك ما يبدل جنابي وانتان تنشدني عن الربع شافقان اسمعوا خذ مني صحيح الجوابي الربع حالة دونهم هضايب وديانوف وقاير ان تقطع بطون الذيابي علمي بهم غربوا عقب مقطانية لون برقنسال منها الشعابي بهاك البيوت الشامخة تقض العالم ثلثات وشفت معهن قطابي وديارهم صارت خباري وقدران ونبتل تمو العشب بين الطنابي سلامتكم شعو أخذ الشيء نهبا أو أغار عليه وأخذه وهي فصيحة غارة شعواء متفرقة وممتدة جاءت الخيل شواعي وشوائع الأشعل اللون المائل إلى الحمراء وهي فصيحة الشعل البياض في ذنب الفرس أو ناصيته وقد يكون في القذال أي القذلة كما يقول البدو فطر جمع فاطر وهي فصيحة أيضا الفاطر الذي طلعت نابه من الإبل الفيح الإبل التي تهاجم الأعداء من كل صوب وهي كذلك فصيحة فيح الشيء فرقة فياح اسم للغارة ويقال فيحي فياحا أي اتسعي اتساعا وانتشري أيتها الغارة والغارة هي الخيل المغيرة مؤنثها فيحا وجمعها فيح وبهذا تقول إحدى شاعرات البادية الورع راع الذود حبه شعاني الورع راع الذود حبه شعاني شع والقطيع اللي خذاهن شليويح اللي على الظلع القصير شواني ثلاث مرات وناقوم واطيح شعل شعاهن من ديارك حطاني ركب عليهم موذي الفطر الفيح الزهاب الزهاب وهو ما يجهزه المسافر من حاجات السفر من طعام وغيره زهى وتعني تألق وازداد جمالا الحايف وتعني الشخص الذي يختبئ حول بيوت الشعر ليلا لينتهز الفرصة فيسرق الحلال والحلال هنا تعني الإبل والغنم على حد سواء أما كلمة وحلالاه فتعني وآسفاه وتقال للتأسف على شيء مفقود الحلايا وتعني الصفات يقال فلان زين الحلايا أي جميل الأوصاف والسجايا وتقول إحدى شاعرات البادية بعد أن توفي زوجها وتزوجت من أحد أشقائه لاو ابن عمي كل ما قلت بنساه الليلة تذكرني من الذود حايل لاو ابن عمي يرعب الخيل طرياه حيد كريم وافي بالخصائل أخذت أخوه أبغى أعوذ ذاك من ذا البيت واحد من كبار الحمايل الزول زولة والحلايا حلايا والفعل ما هو فعل وافي الخصائل أمسي الضحو طرعت برأس مرقا رجم رجمان طويل وهايا ظلي رجابه البار حاعد دي غافير على باب العين عيث نومها وشجراب موسيقى جاضتي جاضت خلوج ومرعب على ولدها شققا هذي أبا عدا عليها ذي بيوم القمر غاف خذ ولدها ما فروسه لها بغاف موسيقى موسيقى ولا يصير شيئا إلا بقدار وسباب موسيقى أنا عذابي صاحبيه وسبابه موسيقى مايقرلا وسجيها هذا موسيقى 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 السميقى اشتركوا في القناة